يحكي الفيلم الوثائقي كوباريو قصة عودة مغلاها دليمي لاكوبا بعد عقود من الزمن حيث رحلت قصرا من مخيمات الاحتجاز في تندوف على الأراضي الجزائرية وقضت فترة طويلة من طفولتها وشبابها إلى جانب آلاف الأطفال الصحراويين الذين أبعدوا عن أسرهم منذ صغرهم قرار عودة مغلاها لاكوبا هو مواجهة لجزء من ذاكرتها حيث مزيج من الذكريات المؤلمة والجميلة أيضا هذا الفيلم يعري على هواقع هذ الأطفال الذين هجروا صغارا وأبعدوا عن عائلتهم حتى شتيف الفيلم أنه كانوا لمدة شهور لا يتواصلون مع عائلتهم وبالتالي انتكت الطفل بقي صغير عنده خمس سنوات وتديه التقافة أخرى والبلد آخر بعيد وعلى أساس وتفصلوا على عائلتهم فالفيلم يحاولوا أن يعري هذه المعاناة لها الأطفال يصلط الفيلم الضوء على مغلاها الطفل الصحراوي التي تم عزلها عن عائلتها وترحيلها إلى كوبا هناك أجبرت على تعلم لغة جديدة والعيش في ظروف قاسية حيث فرد عليها العمل في المزارع والتدريب العسكري وبعد عودة مغلاها إلى مخيمات تندوف أدركت أنها ليست ما تطمحوا إليه وبشجاعة ويسطار قررت الفرار والعودة إلى المغرب الوطن الأم الذي حلمت به دائما أراه يوجع شوي والله يقلم الطفل الذي يفتصل مع عائلته لأنه عملك تعود كبير دائما تتألم من أنه يجيك ذكريات ذكريات أنك فتصلت مع والديك وأنه يعود والديك يحسن فيك أنا يعود وما تلاهو على غير الحياة يبغى في كل حال أكثر رسالتي عن الأطفال نورمال ما خاصهم دائما يتموا فحضن والديهم والعائلة ديالهم بعد عودتها للوطن الأم بدأت مغلها رحلة جديدة نحو تحقيق ذاتها نجحت في إعادة بناء حياتها بمدينة الداخلة حيث أصبحت اليوم أما وجدة وتعمل مسؤولة في المكتبة الوسائط للثقافة الحسانية كما أنها ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان الماضي والحاضر بمغلها دليمي هم شيئان مختلفين الماضي عشت الألم عشت الحرمان من الوالدين عشت الحرمان من أخوتي عشت الحرمان وضرك الحمد لله في الوقت الحالي في الحاضر أنا سعيدة لأني فرضي والدي جاءوا الوطن هم توفاوا هم في مسقة روس أخوتي هنا الحمد لله كاملين بمناتي بحفادي الفيلم الوثيقي كوباريو يوثق تجاوز مغلاها للمحن والتحديات التي واجهتها حيث كسرت العودة للاكوبا كل الحواجز وأبرزت أن الروابط الإنسان والثقافية أقوى من أي أديولوجيات فردت عليها قصة مغلاها شهادة على أن العودة للوطن الأمة المغرب هي عودة إلى الأصل والجذور ترجمة نانسي قنقر